أهلاً وسهلاً بكل التنميدات والتلاميذ وأولياء الأمور إذن في إطالة استعداد لفروض المرحلة الثانية أو الفرد الثاني للدورة الأولى للمستوى الخامس ابتدائي نرى نموذج للفرد الثاني للدورة الأولى للمستوى الخامس ابتدائي مادة النشاط العلمي إذن نموذج على شكل بدأة فعلى تلقى في الوصف إذن سؤال أول انطلاقاً من مكتسباتي أجيب على الأسئلة التالية ألاحظ المقطع وأتمم بالإسم المناسب إذن هنا عنا مقطع من تربة غابوية إذن نحاول نحد الأسماء إذن بعدها أكيل فوق شنو كين كين فرش حراجي كين هناك تكون تربة وعندنا الصخرة الأمي اللي كتفتت وكتعطينا التربة إذن هنا عنا نكتبه ندوم لتحت الصخرة والصخرة الأم إذن عندنا الصخرة الأم عنا بالنسبة للجزء الثاني يمثل تربة أو تربة أو تربة وعندنا بالنسبة الجزء الفوقاني كيتم الفرش الحراجي إذن نكتبه هنا فرش حراجي إذن نكرى فرش حراجي ننتقل إلى السؤال الموالي اعطي مثال لكل عنصر إذن بالنسبة المواد العدوية اللي كتكون في التربة كين بقايا النباتات وبقايا الحيوانات عنا بقايا النباتات وبقايا الحيوانات إذن بقايا النباتات وبقايا الحيوانات إذن بالنسبة هنا المكونات العضوية بقايا النباتات وبقايا الحيوانات عنا مواد معدنية بالنسبة للمواد معدنية كين الرمل كين الطين كين الحصى إذن نكتبهن إذن عندنا الرمل عندنا الرمل عندنا الطين عندنا الحصى مثلا هذا مواد كيف تسمون مواد معدينية إذن الرمل الطين الحصر إذن اشرح بالنسبة للسؤال الثاني كيف أن الكائنات المجهرية التي لا ترى بالعين مجرد تساهم في تخصيب التربة إذن شنو كتعمل هذه الكائنات المجهرية إذن عن طريق تحليل تحليل فوج الحراجي وتحويله إلى دبال إذن نكتبه تساهم إذن تساهم الكائنات الكائنات المجهرية تساهم الكائنات المجهرية إذن في ماذا قلنا في تخصيب التربة إذن تساهم كائنات المجهرية في تخصيب التربة إذن في تخصيب في تخصيب التربة عن طريق ماذا؟ عن طريق تحليل إذن عن طريق ماذا؟ عن طريق تحليل الفرش الحرجي وتحويله إلى دبال وتحويله إلى ماذا؟ إلى دبال إذن إلى دبال لمفيد بالنسبة للتربة والذي يساهم في تخصيب التربة إذن تساهم الكائنات المجهرية في تخصيب التربة عن طريق تحليل الفرش الحرجي وتحويله إلى دبال إذن ننتقل إلى السؤال الثالث ما هي العوامل التي تؤثر على حتى التربة؟ إذن ما هي العوامل التي تؤدي أو التي تؤثر على حتى التربة؟ إذن جميع كين عوامل طبيعية وعوامل بشرية مثلا بحل الأمطار إذن كين الأمطار؟ مثلا الرياح كين مثلا كذلك الرعي الجائر هذه عوامل طبيعية كين دوب نعملوه عوامل بشرية الرعي الجائر بالنسبة لأمطار رياح جريان المياه هذو كلها عوامل طبيعية إذن أمشي بالنسبة لعوامل بشرية كين الرعي الجائر كين الرعي الجائر وقطع الأشجار هذو عوامل بشرية بفعل البشر إذن قطع الأشجار إذن هذو كاملين عوامل تؤدي إلى حتى التربة إذن عندنا الأمطار الرياح جريان المياه الرعي الجائر قطع الأشجار ننتقل إلى السؤال الرابع أضع علامة X في الخانة المناسبة لتعبير عن الممارسات الضرة والمفيدة للبيئة إذن نشوفه من نسبة التجار هل هو مفيد أو مدير للبيئة فهو ممارسات مفيدة إلقاء النفايات في الشارع فهذه ممارسات الضرة معالجة المياه العادمة فهي مفيدة يعني نافعة إذن نافعة بالنسبة للمياه أو بالنسبة للبيئة فهي مفيدة للبيئة إذن معالجة المياه العادمة السقي بالرش فهو من الممارسات المفيدة إلقاء السجائر في الغابة فهي تضر بالطبيعة وتؤدي متنقضة أدتا الاحتراق إذن مثلا تؤدي إلى مثلا إشعال حريق في الغابة إذن ممارسات الضرة إلقاء السجائر في الغابة إذن إلقاء قنينة في البحث تؤدي إلى تلويت المياه إذن فهي من الممارسات الضرة إذن نشوفه السؤال الموالي السؤال الخامس إذن السؤال الخامس أكمل بما يناسب كيلو جرام المادة الميزان مقدر فيزيائي الدينانومتر الجاذبية الكيلو جرام الشفل الوحدة الثالثة إذن الكتلة ما هي؟ إذن الكتلة تسمى مقدار كيف هو؟ فيزيائي إذن مقدار فيزيائي إذن هذا المقدار الفيزيائي كيف نعمل به؟ يتعلق بكمية المادة لقياسها إذن الكتلة مقدار فيزيائي يتعلق بكمية المادة لقياسها نستعمل إذن هنا إذن الكتلة مقدار الفيزيائي يتعلق بكمية المادة لقياسها نستعمل مادة؟ إذن لقياسها نستعمل الميزان الميزان باش كنوزن الكيلو إذن الميزان ويعبر عنها بوحدة مادة؟ إذن هنا نكتبها بالحروب بالكيلو جرام إذن الكيلو جرام ورمزها إذن الكيلو جرام رمز يلو كيلو جرام بهذه الطريقة إذن ده ممشوا الوزن إذن الوزن عنده علاقة بالجاذبية بيحكي إذا نعرف أن الأرض هنا مثلا مشينا الفاضاء أو مشينا الكوكب آخر مع إنه محصي الجاذبية إذن الوزن يختلف من مكان إلى آخر إذن يرتبط الوزن بقوة مادة؟ بقوة الجاذبية الجاذبية يتغير وبتغير المكان إذن مشي في الأرض ما مشي في شيء كوكب آخر يستعمل هنا يتعمل جهاز مادة؟ نتسمى الديناتماتر إذن يستعمل جهاز الديناتماتر إذن الديناتماتر كيف يقول دوردي له reckless下ان هذه الشدة؟ إذن هنشوفوا بالنسبة هنا الكتلة كيف هي الكتلة مقدار فيزيائي دوره ماذا يتعلق هنا بالنسبة الكتلة مقدار هنا فيزيائي يتعلق بكمية المادة لقياسها نستعمل الميزان ونعبر عنها بوحدة الكيلو جرام ورمزها الكيلو جرام إذن يرتبط الوزن بقوة الجاذبية يتغير بتغير المكان يستعمل جهاز الدينانوماتر لقياس هذه الشدة إذن ننتقل إلى السؤال المواري قطع قطعة جاليد في كأس شفافة قابلة للتسخين ثم أزيل الكأس 260 جرام أقوم بعمل التسخين حتى ينصهر الجاليد حتى ينصهر الجاليد وأزين الكأس مرة أخرى أجده 260 جرام إذن شنو عملت خضيته قطع جاليد قطعة جاليد أو قطعة جاليد في كأس شفاف يعني يقدر نسخنه إذن وزن الكأس لقيته 260 جرام خمت بعمل التسخين وبقت نفس الوزن الكتو أعطني 260 جرام إذن هنا ينطلاقا من مكتسباتك ومعطية التجربة أعلى أجيب على الأسئلة ماذا تلاحظ ينطلاقا من نتائج التجربة أعلى إذن كانت عندي 260 جرام قبل التسخين وبعد التسخين بقت 68 جرام شنو عقوله شنو لما تغير أن كتلة الكأس لم تتغير قبل وبعد التسخين بقيت نفس الكتلة هذا هو الجواب إذن إذن يقول لك بالنسبة نتائج التجربة ونها نكسب ألاحظ ألاحظ أن كتلة الكأس لم تتغير قبل إذن لم تتغير بعد التسخين إذن ألاحظ أن كتلة الكأس لم تتغير بعد عملية التسخين بعد عملية التسخين هذه هي الملاحدة إذن شنو قع الكتلة علش ما تتغير وزن ديالها وشنو كنسمي هاد الخاصية إذن ألاحظ أن كتلة الكأس لم تتغير بعد عملية التسخين إذن ماذا نسمي هاد الخاصية أن الكتلة حافظت إذن حافظت على نفس الكتلة ديالها إذن أنقوله أنا خاصية إنحفاض أو الكتلة إذن خاصية ماذا إنحفاض إنحفاض مش إنخفاض إنحفاض يعني بقت محافظة على نفس الكتلة إن حفاض إنحفاض الكتلة إنحفاض الكتلة إذن هاد الخاصية شنو كنسميها خاصية إنحفاض الكتلة إذن ننتقل إلى السؤال الموالي إذن السؤال الموالي أتمم الخطاطة التالية إذن بنسب الخطاطة التالية شنو عنا فيها عندنا انتقال حالة صلبة حالة سائلة هذا تغير فيزيائي إذن عندنا حالة صلبة قمنا بالتسخين باش نحولو إلى حالة سائلة مثلا تلج خرشو مثلا تلج وبايت مثلا رجعو سائلة شنو كنعملو يعني كنصخنو يعني كنعرضو لدرجة حرارة مرتفعة شنو كتسمى هالعملية كتسمى انسهار انسهار إذن شنو عملت خضيت مادة أو حالة صلبة عرضها للتسخين أو لدرجة حرارة مرتفعة هالعملية شنو كتسمى انتقال من حالة صلبة إلى حالة سائلة عن طريق تسخين يسمى انسهار العكس عندنا حالة سائلة عندنا مثلا الماء وبترجعو الصلبة شنو عملو نعرضو يعني دخل الفريقو يعني درجة حرارة منخفضة جدا ويسمى هذا يعني انتقال من الحالة إلى الحالة أخرى يعني من حالة سائلة إلى حالة صلبة يسمى التجمد يسمى تجمد إذن عندنا بالنسبة انتقال من حالة سائلة إلى حالة صلبة يعني بزيادة درجة حرارة أو بالتسخين يسمى انسهار وانتقال من حالة سائلة إلى حالة صلبة إذن عن طريق يعني انخفاض شديد في درجة حرارة أو من طريق التبريد يسمى تجمد إذن بهذا نكون سلينا تصحيح نتمنى أن نكون في تكم شكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر